السلام عليكم ورحمة الله اليوم محاضرة تمهيدية للتعرف على طبيعة المهنة واسباب اختيارنا لهذه المهنة مهنة لف المحركات الكاربائية المهنة حلوة جميلة الشيقة بيها شغلتين لازم عندك بال واسع خلق واسع ويراد لك دقة في العمل همشي الدقة في العمل لان المهنة يراد لها دقة متناهية من نترك اي ثغرة بالعمل مالتنا ودائما نسوي تطبيط للعمل المهنة هذه مواصفاتها انه ما تحتاج الى مكان عمل واسع نقدر بمحل صغير او منضدة باي مكان مثل ما دا نشوف بالاسواق يقدر لفعلها المحركات الشغلة الثانية المواد الاولية المستخدمة مواد رخيصة مو مكلفة والشغلة الاخرى بانه هذه المهنة ما تحتاج الى ادوات صعبة الادوات كلها المتوفرة باغلب المنازل الشي الاخر اذا تعلمت هاي المهنة راح تفتح الابواب الى مهن اخرى مثلا تصليح الغسالات تصليح اجهزة منزلية اخرى مثلا خلاطات يعني بتقدر الانسان يطور نفسه الى تأسيسات منزلية مثلا فتبقى كلمان هو شطارته في العمل فان شاء الله راح نبدى نزل الفيديوهات الفيديوهات راح تكون مختصرة بس ريدوا اياكم تواصل تواصلون ويانا حتى نطور الامكانياتكم واحنا بخدمتكم جميعا شكرا لكم شكرا لكم